حلقتنا لهذه الليلة هو الإمام علي عليه السلام لا يعرف نظرية الإمام الإلهية فمن أين جاء بها الولاد؟ سألني الأخ سالم آل حمد يقول ما هو تعليقك على وصية الإمام علي؟ أعتقد أن لك أجر المؤمنين الذين عذبهم كفار قريش والله أعلم يا شيخ أرجو أن تعلق على هذه الوصية لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه والوصية موجودة في كتاب الكافي للكليني جزء سبعة صفحة تسعة وأربعين أي واحد ممكن راجع الوصية وهي وصية معروفة وقد راجعتها أنا أيضا وهي في الحقيقة يرويها الكليني عن طريق الثقات واحد واحد يجيبهم هو أن هناك وصيتين للإمام علي إحداهما خاصة في شؤونه أمواله الخاصة والأخرى عامة في آخر حياتي عندما ضرب بعد ما قريب ما يستشهد الإمام أوصى بهذه الوصية العامة وهما الوصيتان تخلوان من الإشارة حتى إشارة بسيطة تخلوان من الإشارة إلى نظرية الإمامة الإلهية والنص عليها والأصمة والسلالة وفي أبناء الحسين وفي أبناء كده أصلا ما كانت معروفة عندي الإمام علي ولا عن أهل البيت ولم تتعرضان هذه الوصيتان لم تتعرض لأي من نظريات الغلاة المثالية الخيالية العقيمة التي أدخلوها في التشيع وخربوا وشيعوا والتشيع بالحقيقة بالتالي فهنا يقول الكليني عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صوفان بن يحيا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الوصية هذه ونشوف شنو كان الجو ذي كل أيام يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليوليجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن ما كان لي من مال بينبع منطقة غرب السعودية غرب الحجاز يعرف لي فيها وما حولها كلها صدقة ورقيقها أيضا غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا أتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالية يعملون في المال خمس حجج يعني خمس سنوات ويتحررون الرحون وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى أيضا عند مزرعة هناك كله من مال لبني فاطمة ورقيقها صدقة وهذا عندما الإمام يعني تولى الخلافة وسار نحو العراق في الطريق في مسكن منطقة اسم مسكن كتب هذه الوصية بيده وقال أنه صدق بأمواله يعني ومع ذلك وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه ده يوصل إلى بعض العبيدي اللي كان عنده وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأن الذي كتبته من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة منطقة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب العشيرة الكبيرة يعني والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك ستشوفوا هنا الكلام المهم بالوصية فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف باعتباره مدير هذه الأوقاف يأكل بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء الله ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سراء الملك أو الملك وإن ولد علي مواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي هو يصرف فيهم يقرر فيهم يعني وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة إذا عنده بيت آخر فبدأ له أن يبيعها فليبيع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن باعه فإنه يقسم ثمنها ثلاث أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل ثلث في آل أبي طالب يعني أخص هؤلاء فإنه وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله بعد هنا الأشياء المهمة الدقيقة يعني وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي هو يصرف هو يكون مدير يعني وإن حسين يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبته للحسن يعني يأكل بالمعروف وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني أو في رواية أخرى ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني وإنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي يشوف هو يشوف يعني في مصلحة بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء الله عندما يريد يموت مثلا يوصل لواحد آخر من أبناء المام علي وإن لم يرى فيهم بعض الذي يريده يعني ما شاف واحد صالح وقادر وكفوء لإدارة هذه الأموال والصدقات وإن لم يرى فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به آل أبي طالب يعني أبناء عقيل وأبناء جعفر من ذلك مو إلا شرط من أبنائي أنا فالإمام ما كان في فكرة أنه حتما راح يجون سلالة معصومون مطحرون هم أئمة من الله ما كان الإمام يعرف هذا الشيء فلذلك يقول إذا أنت ما شفت واحد صالح وديه الواحد من آل أبي طالب فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراءهم وذو آرائهم الناس العقال الحكماء فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم خلي وسع الدائرة يروح من بني هاشم أي واحد بني هاشم رجال خوش عدمي يوصيه حتى يدير هذه الصدقات وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذو الرحم من بني هاشم وبني المطالب والقريب والبعيد هذا ينفق فيها الناس دولة يعني لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإنما المحمد بن علي على ناحيته هذا ابن بالحنفية يعني وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي أتقى الرقيق كلهم أتقى أيضا هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يومي قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل الامرئ المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد لاحظتوا كيف يعني الدائرة اللي أنه ممكن أبناء علي ما يكون واحد بعد بعد حسن الحسين أو كذا واحد صالح وكفوق وقادر روحوا إلى آل أبي طالب مو آل أبي طالب روحوا إلى بني هاشم ثم أيضا يتحدث الإمام عن ولائده يعني الإماء اللي كان عنده اللائد يطوف عليهم السبعة عشر من أمهات الأولاد والإماء أيضا يدني كلهم يعتقل الإمام عليه إما باعتبارهم أمهات ولد أو معهده ولد أيضا تعتق هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمرة ابن برهة وصعصع ابن صوحان ويزيد بن قيس وهياج ابن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلونة من جماد الأولى سنة سبع وثلاثين لاحظتوا كيف يعني شوف الثقافة الموجودة عندي أو الفكر الموجود أنه طيب إذا كان هو يعرف راح يتجون قائمة من أولاده ومن أبناء الحسين فقط كان قال هذا أموالي وصدقاتي حطوها للحسين وابن حسين زين العابدين وإلى محمد الباكر وجعفر الصادق وموسى الكاظم هذا الوصية موسى الكاظم يقدمها مروية عني الإمام موسى الكاظم وما فيها أي إشارة لا موسى الكاظم ولا جعفر الصادق ولا محمد الباكر ولا زين العابدين فلاحظوا يعني نستفيد من أدها أنه نظرية الإمامة أيضا ما كان موجودة الآن خلنشوف الوصية الأخيرة التي أوصى بها الإمام وهي وصية عامة أيضا لا إشارة فيها إلى نظرية الإمامة أو الأثناء عشرية أو كذا أبدا ما في أي إشارة وهذه أيضا وصية معروفة عن كل شيء يعرفوها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وآله ثم إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين ثم إني أصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين اللي دمر الدين يعني ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب هذا هو وصية لعامة المسلمين الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل ما لليتيم النار الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم غيركم الله الله في جيرانكم فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بهم وما زال رسول الله يوصي بهم حتى ظنن أنه سيورثهم الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهدى الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم الصلاة 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 لا تخافوا في الله لوم تلائم يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعونا فلا يسجاب لكم عليهم وعليكم يا بنية بالتواصل والتباذل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أستوجعكم الله وأقرأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم لم يزال عليه السلام يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليالي من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سلت أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان شوفوا هذا يعني الخطب الإمام علي ووصاياه ليس فيها أي إشارة لموضوع الإمام ما قال الله الله في الأئمة مثلا فإذن هذه النظريات الدخيلة التي افتعلها الغلاة والمتكلمون في القرون اللاحقة ما كان لها وجود في تلك الأيام طبعا هذا جزء دليل واحد يعني من عشرات الأدلة والأحاديث والمواقف التي وقف فيها الإمام علي بايع الخلفاء السابقين وتحدث عن الشورى ولم يوصي إلى الحسن بالخلافة وكلها تدل على أن نظرية أهل البيت كانت الشورى ولم تكن نظرية الأسمى والناص وحصر الإمامة والحكم والخلافة في سلالة معينة مثل الملوك والسلام عليكم ورحمة الله أهل وبركاتو